الآن نبدأ الدرس جديد اللي هو Symetric Matrix هذا الدرس صراحة والدروس اللي بعدها مره مره ممتعة يعني صدق صدقي بننبسط بهذا الشابتر إن شاء الله عندك Definition 2 خلاص ليه لننبسطين خلاص حلصنا باسيكس وفهمنا جدا الماتريكس الآن بس حركات بسيطة للماتريكس وتعطينا نتائج مختلفة بس حركات جدا بسيطة وجدا ممتعة صراحة أول شي نبدأ بTranspose يقولك The Transpose of Matrix A هذا شعارها Denoted as هذا الشعار The matrix whose columns are the rows of the matrix A يعني Transpose of which should be the matrix A تخلين الcolumn هو نفسها ال row زين عندنا هنا example هذا هو column صح الأي هذه هذا هو column تروحين تخلينها row كيف تخلينها row يعني تخلينها صف فتروحين تشوين كدا تتحين matrix جديدة تشوين هذا هو العمود تروحين تخلينها صف فتقولين 2 سالب ثمانية بس كده تخلينها صف زين؟ وهذا العمود الثاني برضو تخلينها صف فتقولين 7 وصفر فطرع نفس هذه فهذا هو Transpose للمصوفة A طيب ونفس الحركة مصوف B هذا هو العمود راح تخلينها صف راح تخلينها صف فتقولين 1 4 وهذا هو برضو العمود راح تخلينها صف راح تقولين 5 2 وهذا برضو راح تخلينها صف راح يطلع لك زي كدا مره 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 سهل هذا يسمى Transpose Matrix وصيه برضو بنفس الطريقة عندك عمود كامل تخلينها صف 1 قصي عندك هذا العمود راح تخلينها صف فهذا سهل بواحد وهذا برضو راح تخلينها صف يصير ثلاثة وهذا برضو راح تخلينها صف وهذا برضو راح تخلينها صف يصير أربعة كده خاص وكده صارت نفس هذه مره سهل ومره حل وسراحة بعدين ما عطيك هنا Theorems يقولك Let A and B be a matrix and C a scalar بعدين Assume that the sizes of these matrix such that the operation can be performed يعني تخيلة أن size كل هذه الماترicks يخلي الابوريشن تقدر أنها تتنفذ يعني إذا كان جمع بيكونوا نفس size A والB وإذا كان ضرب بيصير عدد أعمدة هذي ساوي عدد صف هذي كده يعني size يقدر خلي الماترicks هذي تتنفذ زين فخلو نشوف Theorems يقولك A زائد B transport راح تساوي وش تساوي؟ توزعين ترانسبوز هذا ترانسبوز هذا بيصير A plus T زائد B plus T بس كده يعني عشان تجمعينها دوريا وشي توزعين ترانسبوز بعدين تجمعينهم توزعينها يعني مثل عندك A سادة هذي لما توزعينها راح تجدين ترانسبوز أول وهذا برضه نفس الشي راح تجدينها بعدين تجمعينهم بعد ما تجدين ترانسبوز زين؟ وهين يقولك في الثانية C A والترانسبوز راح تصير كده راح تطلع C ثابت طبعا C زي ما قلنا سكلر راح يطلع ثابت كده سادة بدون شي والترانسبوز راح يكون على الماتريكس بس لحالها بعدين هين حاطلك بالأحمر يدين هذا مرة مهم وكثير اللي أخبطون فيه انه A ضرب B ترانسبوز ش راح تصير؟ راح توزعين ترانسبوز صح؟ لكن تقلبينهم زي ما قلناكم ضرب B مع A لا يساوي في الماتريكس لا يساوي ضرب B مع A صح؟ عشان كده مهم الترتيب فلما توزعين الترانسبوز هنا تأكدي انك تقلبينها شفتي بدين من B بدين جبنا ترانسبوز لها بعدين A بدين جبنا ترانسبوز لها بعدين ضربناهم زي ما؟ إذا نقلبهم وكرا واحدة نجيب ترانسبوز لها بعدين نضربهم وآخر واحدة هنا يقول لك ان الترانسبوز إذا كان كده يقدرون انك نسرون بعض وفيصير A سادة بس هذا اللي يقول لها السلاحي هذا بعدين هنا معطيك أبروف للترانسبوز ما هو مهم إن شاء الله بعدين هنا معطيك لا ما أدري يمكننا مهم ما أدري لكن كشرح أنتو بس أنا يهمني انه توصلكم الفكرة ما أدري يمكن تتجركم بحريص علي ما أعرف صراحة المهم اسمتريك ماتريكس وش هي اسمتريك ماتريكس رقس؟ نقول لك اسمتريك ماتريكس لأس إكوتي تترانسبوز يعني لما تجبين تترانسبوز للماتريكس تلاقينا هي نفسها يعني توح نحن نحن الحل أول أكزامل في السلايت شوفوا يا وجدنا الترانسبوز لـ A طرع مره ماتريكس تانية يعني السبعه ما هي نفسها الثمانية فطرعنا ماتريكس ثانية مره غير عن الأي الأصلية أما السمتريك لأ وتجيبين ترانسبوس لها وبالنهاية يطلع لك هي نفسها يعني مثلا عندنا هذه الماتريكس خنجيب ترانسبوس لها وشنسوي ناخذ الصف هذا ونخليه قصي ناخذ العمود هذا ونخليه صف اثنين خمسة بدين ناخذ العمود هذا ونخليه صف خمسة سالة بأربعة خنشوف طرع نفسه ولمطرع نفسه نفس بعض ففي هذه الحالة إذا طلعوا نفس بعض بزي هذه الحركة بنقول هذه اسمها Symmetric Matrix يعني هذه Symmetric Matrix ليه؟ أنا نفس هذه اللي فوقها بس هذه الفكرة